اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل خاصة ما يتعلق بمشروعات الملاحة النهرية وقد عرض الفريق كامل الوزير خطة الربط النهرية بين مصر والسودان من خلال تحقيق الاستغلال الامثل للخط الملاحي بين ميناء السد العالي ووادي حلفة والذي يبلغ طوله حوالي 500 كم ويصلح للملاحة النهرية على مدار العام وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في التنصيق مع الجانب السوداني الشقيق لتطوير حركة النقل النهري بين البلدين لما لذلك من أهمية في تعزيز التقارب والترابط البشرية بين الشعبين الشقيقين إلى جانب تعظيم التبادل التجاري من خلال تطوير هيئة وادي نيل للملاحة النهرية فضلاً عن رفع الحالة الفنية لأرصفة الشحن والتفريغ على امتداد الخط الملاحي أضاف المتحدث الرسمي أن سيد وزير النقل عرض أيضاً جهود رفع كفاءة الموانئ البحرية المختلفة على ساحلي البحر المتوسط والأحمر خاصة ميناء الأسكندرية والدخيلة فضلاً عن سير العمل بتطوير ميناء العين السخنة وسفاجة وكذلك مخطط تطوير ميناء ضمياط والمحاور المحيطة به كما استعرض سيد وزير النقل جهود تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها لسيما الأعمال الجارية للبنية الأساسية الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى مرسى مطروح خاصة الموقف التنفيذي للمحطات وأسطول الوحدات المتحركة وقد وجه سيد الرئيس بالبدء في الخط الثاني من المشروع والذي سيمتد من العين السخنة إلى أبو سنبل بما سيساهم في تعزيز حركة السياحة على امتداد هذا الخط من خلال توفير وسيلة آمنة وسريعة للتنقل كما تم عرض الموقف التنفيذي لإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية والتي ستساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لرواد قطارات الصعيد بالإضافة إلى سير العمل في خطي المونوريل شرق وغرب النيل وكذا تطورات المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمتر الأنفق إلى جانب مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT والذي يبلغ طول مساره حوالي 103 كم بعدد 19 محطة وسيساعد على أحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى